من الحاجات الصعبة جدا اللي احنا ممكن يبقى صعب ان احنا نطبقها في حياتنا ان يكون ايماننا واضح ان يكون في عمل بيدل على هذا الامان مش مجرد بس ان انت بتقول اه انا اؤمن و اؤمن و اؤمن لكن يكون في عمل بيدل فعلا ان انت تؤمن يعني زي ما في رسالة معلمنا و بقى تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل قال له والشياطين ايضا يؤمنون ويقشارون فالقصة في العمل اللي انت بتقوم به بيدل فعلا على ايمانك الواضح هل انت وسط الديقة وسط المشكلة شكيت في عمل ربنا شكيت في ايد ربنا شكيت في وجود ربنا في حياتك ولا فعلا انت وسط كل الديقات كنت تثق ان الله موجود وكان عندك هذا الرجاء اوقات بنعرف نقول وبنعرف نقول عزات وبنعرف نسرد كلمات لكن الوقت الاختبار العملي على ارض الواقع هو اللي بيبقى صعب جدا ان انا اثبت اني عندي اعمال بدل على هذا الامان العظيم اهلا وصهلا بكم اول فقرة معانا بكرا يا ربي تسمعوا صوت تسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بشرفني الاستاذ فادي فليب الخادم بكنيسة القديسة العزراء مريم بالزيتون اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نورنا ربنا يخليك نشوف محركوا سادة المشاهدين بعض الايات من انجيل معلمنا مرقص ونرجع لحضرتكم تاني فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان بالله لان الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمنوا ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له ايات جميلة نتأمل فيها النهاردة مع حضرتكم مستوى صفليب في البداية الموقف كان سيد المسيح لكل المعجد ويمر من قدام شجرة التينة واتكلمها بهذا الكلام الجميل ايه علاقة شجرة التينة بهذا الكلام لو حرك تشرح لنا كده المشهد نفسه ربنا يخليك يا سيسح هو طبعا الموقف نفسه ان سيد المسيح ده هو الهنا وطبعا بيبقى صعب نقول ان اله جيع لكن هو عاش خاطر كان في النسوت يعني لكن في الموقفين في كتاب المقدس ان هو جاعة اخيان كان في تجربة الجبل وهنا جاعة فكان بيطلب صمرة من التينة ان كان الموقفين ربنا عايز يوصلنا ليهم حاجة او هدف معين ففي شجرة التينة هنا كان سيد المسيح بيقصد ان هو بيعمل زي مقارنة بينها وبين الشعب اليهودي في ذلك الوقت وطبعا تيجي بتبقى في كراءات في اتنين البسخة وليلت التلات بيبقى طول اليوم بتاع يوم الاتنين البسخة بيبقى كراءات بتاعت شجرة التينة وفي نفس الإصح كمال اللي هو طارت البعا من الهيكل فهو كان بيقول سيد المسيح هنا ان هو زي ما لعن شجرة التينة في المثلة هن هنا كشجرة التينة هو برضو ان اليهود لم يؤمنوا به زي سيد المسيح كان جاء لخاصته وخاصته لم تقبله صحيح فهو كان جاء للشعب اليهودي لكن الشعب اليهودي رفضوا برضو راح للتينة عشان يأخذ منها السمر فما لقاش فعل عنها فده موضوع التينة هو الليلة عنها والمقارنة بينها وبين الشعب اليهودي تمام اليهودي في الوقت ده كان هم الشعب الوحيد اللي بيؤمنوا بالله بدون عن باقي الأمم زي كان إيمانهم بالله ما كانش ليه ثمر وان الله شبههم بشجرة التينة وان الشجرة غير المسمرة تقطع وتلقى في النار زي الإنسان يكون عنده الثمر اللي بيدل على إيمانه هو الحقيقة إحنا ساعات بنأمن بحاجات كتير جدا بس لأهداف شخصية والأهداف أنا ببقى عايز تتحقق لي فهو كان إيمانهم بربنا ما كانش الإيمان اللي هو المحبة ليه أو أن هم واثقين فيه لكن هم كانوا إيمانهم هم عايزين السلطات الأرضية وعايزين الملك الأرضي وعايزين وعايزين بس إذا أنا كون لي الثمر الجميل اللي السيد المسيح طلبه مني هو تعريف الإيمان الثقة بما يرجى والإقان بأمور لطورة عشان خادر يبقى عندي الإيمان القوي والإيمان الفعن بسيد المسيح وبربنا قوي أكون مآمن بكل حاجة أكون مآمن هو يقدر يعمل لي كل شيء في حياتي أكون مآمن أنه هو ما فيش حاجة تستعصى عليه بمثلها بالزبط زي الطفل في إيد بابا وممط وهو ماشي في الشارع عمر ما هيبص الحفرة عمر ما هيبص الشارع يمين وشمال وهو بيعدي ليه لأنه هو واسق أنه ماسك في إيد أبوه فالثقة أن أنا أكون عندي إيماني يكون أنا عندي ثقة بربنا في كل أمور حياتي مش في أمر بس وأمر التاني لأ يعني مثلا بنقول إيه مثلا واحد عنده انترفيو واحد عنده امتحان تاني يوم في مادة كيميا مثلا أو حاجة زي كده يا ربه أنت تفهم في الكيميا لا لا أنا هعتمد أنا عن نفسي لا ربنا هو ضابط الكل هو الحاجات الخافية عنده ظاهرة فهي الإيمان هو الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لطرة نكون عندي ثقة بربنا جامد جدا عندي الحاجات اللي أنا مش شافة واثق أن ربنا هيقدر يحلها أنا بؤمن بالله وكتير جدا من اللي بيشوفونا ما كانش الكل طبعا بيؤمن بوجود الله هل الإيمان وحده يكفي لخلاص الإنسان يعني كل من يؤمن بالله يخلص هي داية موجودة في رسالة يعقوب الصح التاني أسمح لي أقرأ بس بعض الآيات ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن إله إيمان ليس له أعمال هل يقدر إيمان أن يخلصه إن كان أخ وأختي يعني له معتزين للقوت اليومي فقال لهم أحدكم إمضية بسلام أستدفاء وأشباع ولكن لم تعطهمها حاجات الجسد فما المنفع صحيح هل الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا ليه أعمال أنا إيماني بدون أعمالك وأنا أريك أعمالي بإيمان الحقيقة أنا تمالي برضو بشبهها بالكوين أنا ورحت جبت رغيف عيش معي الكوين عليه الصورة بس ومعنوش الكتابة الراجل بتعليش هادين يعيش؟ لا لازم يكون عليه الأتنين عملة غير كاملة عملة غير كاملة بالزبط كده الصورة هي الإيمان والكتابة هي الأعمال فأنا عشان أقدر أخلص بحياتي وأقدر أخلص بذاتي لازم يكون ليه الإيمان والأعمال لأن إذا كان أنا عندي إيمان بربنا طب وبعدين زي ما حياتك قلت في المقدمة الشياطين تؤمن وتقشعر ومش تؤمن بس وتقشعر يعني مهما كده هيخش السمح هما كده هيعين الملكوت لا طبعا لأنه ليس لهم أعمال أعمال لهم وقفت أنه عليهم كل الشرور اللي يعملوا في الأرض فلازم يكون ليه الأعمال الأعمال الحسنة كمان عشان أقدر أكمل الإيمان زي الواحد يحول طريقة كلامه يعني وعزاته واللي هي حاجات روحية اللي ممكن يقولها لحياة عملية يعني الإيمان اللي هو بيقوله أو بيعلمه يتحول الواقع عملي على الأرض الواقع بيدل على هذا الإيمان اللي داخل الإنسان أو زي ما بيسمون الأباء الإيمان العامل يعني هو الإيمان العامل هو المحبة حتى كده يجي في صمير الروح محبة فرح سلام في إنجيل متى معلمنا متى الإصاح الخامس من آية أربعة واربعين أو آية تلاتة واربعين لغاية تمانية واربعين بتكلم عن المحبة وبتكلم إزاي أننا المحبة مش بس أحب أبي وأمي وأخوتي ده شيء عادي جدا أليس العشرون يفعلونا هذا لكن هي المحبة العاملة هي اللي بتكمل الإيمان المحبة الصادقة من القلب هي اللي بتكمل الإيمان المحبة أنا أحب إزاي أحب عديبي وإزاي أحب اللي بيطهدني وإزاي أحب اللي بيكلم من وراء ظهري وإزاي أحب الإنسان اللي هو بيتملالي الشر أو بيتملالي عدم الخير المحبة هي أساس المسيحية المحبة هي العمل الأساسي لإثبات الإيمان لأن إحنا في كتابة المقدس الله محبة فمدام الله محبة يبقى إيماني بأله هو المحبة إذا ما كنت أمن بأله طب أؤمن بمحبة الله إذا كنت أمن بأله يبقى أمر بالمحبة أني أحب كل الآخرين مش أحب بس أساس حال أنه هو صحبي وصديقي لأ ما هو طبيعي إيه الخير اللي أنا أعمل ده هذا شيء طبيعي لكن هل من الناس ده أني أحبه لو ما حبنيش هو بقى أنا هحبه لو هو اتمنى للشر أنا هحبه ده هو كمان مش بيقول لي حبه بس أنت كمان تصلي من أجله يعني محبة غير محدودة يعني لو أنا حبيت بس الإنسان اللي أنا يعني بمله أو قريبي أو ابني أو أخوي فهي في الأصل كلها وكأنني بحب ذاتي بالزبط لكن هي المحبة أن تخرج إلى حدود الآخرين الآخرين دول ممكن أكون مختلف معاهم في جنس أو لون أو دين أو عقيدة أو فكرة أو أي شيء صح كده تمام حتى هي الوصاية الأولى التي ادهبنا سيدة المسيح تحب الرب إليك من كل قلبك والوصاية الثانية أنا تحب قريبك كنفسك حاجة اسمحينا في بعض التأمل كده كتبه عن المحبة أقراه كده في بطاعة لحظات ما ينفعش نعرف المحبة في كلمة أو جملة أو مقالة المحبة عبارة عن منهج منهج نعيشه علشان تعرف تعيش مع ربنا صح افهم حاجة محددة إن الله محبة الله لم تصدع أن تحده في مكان أو في زمان عشان كده المحبة مش ترف تحدها أو تعرفها بكلمة كل مطلوب منك أنك تحب وتعرف الله وتقول الله محبة مدام هنتكلم عن المحبة يبقى هنتكلم عن الله والعقل بمحدوداته لا يساع الله فأيضا الأقل لا يستطيع أن يساع المحبة غير مشروضة المحبة غير مشروضة دي أنا أخطيت يعني في الكلمة إحنا ساعات بيقول أنا بحب ربنا عشان هو أعمال لي كده صحيح لكن ممكن أفقد هذه المحبة حتى لربنا اللي هو خلقني أننا ممكن أقول له يا رب وعدبه أنت ليه بتعمل كده فيه حلوة المعدبة الجميلة اللي متباركني ربي لأنا أتركك لكن ما وصلش أن أنا أحب ربنا حتى بشروط فأنا حتى أنا ما بعمل كده مع ربنا بعمل كده مع الآخرين أن أنا بحبهم مشروطة أسوأ محبة ممكن أحبها هي المحبة المشروطة الطفل نفسه لو عنده سنتين تلاتة بيفهم لو أنا قلت له أن أنا بحبك عشان أنت كويس أو عشان أنت بتنجح أو عشان أنت بتسمع الكلام أو عشان بيفهم أن هي محبة مشروطة أنا بيحبوني بس عشان كده فلما بعمل غلط ما بيحبونيش لكن الله بيحبنا محبة غير مشروطة وعلمنا نحب الناس محبة غير مشروطة تمام أنا عايزة أكمل مع حضرتك ويقول لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قاله يكون له القصة حصلت في التاريخ أني فعلا جبل اتنقل لكن أنا مش عايزة أحكي القصة لكن عايزة أدخل ما هي الجبل اللي في حياتي اللي بالإيمان يقوله انتقل في انتقل الجبل دي ممكن أحطاه في التجارب والديقات اللي احنا بنمر بيها في حياتنا اليومية ما فيش إنسان فينا لا على مر التاريخ ولا على مر المكان ما فيهوش ديئة أو فيهو تجربة حتى في رسالة يعقوب بالإصالة أول آية 2 بيقول احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعونا في تجارب متنوعة عالمينا أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا عجبتني قوي الحتة بتحسبوه كل فرح إزاي يا رب التجربة والديقة اللي أنا عايش فيها أحسبها فرح هل يا رب أنت بتديني التجربة والديقة عشان أفرح هل يا رب أنت بتديني التجربة والديقة عشان أكون مبسوط في حياتي أنا مش فاهم إزاي يرد عليها في الحتة اللي بعادها على طول العالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر وبعكده أما الصبر فليكن له عمل تام ويكمل بقى في بقية الإصحاح أني أنا كإنسان مسيحي الديفرنت بيني وبين آخر في العالم هي الإيمان بربنا إيمان قوي جدا أني أنا في وسط الديقة وفي وسط التجربة وفي وسط المحنة أكون فرحان طب ليه أكون فرحان أكون فرحان لإني بكثرة التجارب والديقات تكسر البركات بلمس ربنا حلو وفي وسط المحنة لأن كل ما بدعو ربنا لأنه قريب هلقي جنبي هلقي جوي مش جنبي ممكن هلقي جوي لأنه فعلا جوي عشان كده بفرح عشان كده يعقوب هنا في رسالته قال احسبوه كل فرح حينما تكورن في تجربة متنوعة ممكن يكون في تجربة واحدة اقع فيها وفي نفس الوقت كازا تكربة في نفس الوقت متنوعة تلاقي الواحد مش قادر يقوم من كتر الوقعات من كتر الدربات اللي بتجيله اللي هو مش جبل ده جبل ومنحدراته والزبط وسكة كده يعني الطريق مش باين فيه أنا مش شايف اللي قدامي ايه أنا مش شايف طب رب وبعدين طب الخطوة اللي تانية اللي بعدها ايه اللي هيحصل فيقول لربنا على الثاني يا عقوب احسبوه كل فرح لان هذا الفرح هيديك ايمان والايمان ده هيكون متمم لإيمانك وبإيمانك بالسيد المسيح تمام لو زي ما قلت ان الكلمات دي تنفذت بشكل حرف جدا في تاريخ الكنيسة وقصة نقل جبل المؤطم اللي سببت فرح وخلاص للكنيسة إزاي كمان أنا لما بقدر بالمسيح أغلب ويكون عندي هذا الإيمان العامل يكون سبب لخلاص نفسي وفرح نفسي برضو القديس يا عقوب صاح التاني آية 12 يرد عنها في حد تاية تقول إيه طوبة للرجو الذي يحتمل التجربة لأنه إذ تزجى ينايل إكليل الحياة الذي وعد به للرب الذي يزيني يحبونه لو تزجيت لو أنا صبرت لو أنا ادعوني يوم تضيق انقذك فتمجدني لو أنا عملت كل الخطوات ديت لو أنا عندي الإيمان اللي هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لاتورة كل الحاجات دي كلها لو أنا مشيت بها حتة 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 كده اللي هي إصمار الروح محبة فرح سلام كل ما يكون عندي محبة ربنا وثقة في ربنا وإني أنا واثق أنه هيحليلي كل المشكلة معها ما كانت هو ربنا ربنا أقوى من الكل ربنا ضابط الكل ربنا في إيده كل شيء فالمهم أني يكون عندي هذا الإيمان ولما يكون عندي هذا الإيمان في التجربة وفي المحنة زي ما كانت في تجربة الجبل ونقل المؤطم هيكون لي أكليل الحياة أن أنا أخلص بعد كده في دقيقة رسالة حضرتك النهاردة أو رشدة روحية تقولهننا زي يكون عندنا هذا الإيمان بالله اللازم نستطيع ننقل به كبال اليأس والظلم والظلام اللي ممكن تكون في حياتنا والديقات والمشاكل اللي ممكن تكون بتقابلنا على مدار حياتنا الرشدة اللي أنا بحاول بحاول جاهدر أعيشها في حياتي حياة المحبة غير مشروطة لو أنا حبيت كل اللي حوالي بما فيهم متهدين وبما فيهم اللي بيئزوني بما فيهم كل شيء هقدر فعلا أعيش في حياة حلوة حياة نقية ولو اتجربت هيكون عندي إيمان قوي بربنا إن إزاي ربنا حينقذني من هذه الدقيقة ومن هذه التجربة سوى سفادي فليب الخادم بكنيسة القديسة العزراء مريم بزيتون بشكر حضرتك جدا ونورتنا وصباح النور صباح النور يا فاند مرسي خالص ولسه معاكم نخرج لفاصل ونكمل بقى في قرارة برنامجكم صباح النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر